طبعا سأتحدث اليوم عن موضوع خطير ومهم جدا وأشغل الشارع الكويتي فترة طويلة لكن في بداية هذا الأمر لابد أن أوجه الشكر الكبير للقيادة السياسية على اهتمامها الكبير في هذا الموضوع وحرصها على أن ينتهي هذا الموضوع ومحاسبة كل من هو متسبب وراء هذه القضية طبعا القضية هي قضية رقم 1899 على 2022 حصر العاصمة هذه القضية متعلقة في نفس موضوع رشوة القضاء وقضية فؤاد صالح هذه القضية تم حفظها في 13-4-2023 طبعا حفظت من غير تحقيق ولا استدعاء لأي شخص من هؤلاء المتهمين في هذه القضية التي ذكرنا رقمها حتى الأشخاص اللي ما عندهم حصانة لم يتم استدعاء طبعا بعد ما حفظت أثيرت القضية في مجلس 23 ولما أثيرت في المجلس فتحت القضية مرة أخرى ولكن أيضا هذه القضية تمت بدون تحقيق إلى اليوم فيها ما يقارب من المتهمين 12 ما بين مستشار وقاضي غير الأطراف الأخرى خارج القضاء ليش نتكلم الآن في هذه القضية لأن هناك حسب ما وصلني من المعلومات ليس واحد هم اثنين اثنين من الوافدين سافروا وغادروا البلاد مع العلم بأن موضوع رفع الحصانة عنهم كان مطروح لفترة وقبل أن يتم الاجتماع لرفع الحصانة بيوم سافروا هل هم سافروا في إجازة إذا كانت إجازة كيف تعطى لإجازة لأناس عليهم قضية ومطالب برفع الحصانة عنهم أو أنه هرب معناته إذا كان هارب هو من يحمل الاتهام بنفسه وعليه مشاكل وموجه له الاتهام في هذه القضية أو أنه هرب ضلب منه الهروب حتى يتستر على المجموعة التي في خلفه ولذلك اليوم هذه القضية قضية مهمة وحسب ما وصلنا من المعلومات أن كل طرف يرمي التهمة على الآخر كل طرف موجود يرمي التهمة أنت السبب في تأخير رفع الحصانة أنت الذي لم ترفع التقرير في طلب رفع الحصانة الأسماء والقضية مسجلة ولها رقم وقضية خطيرة تتعلق برشوة القضاء التي صدر فيهم أحكام وهناك أطراف أخرى أيضا لا زالوا كانوا مستشارين وقضاء لكنهم خرجوا من هذا المسمى وليست عندهم حصانة لماذا لم يتم استدعاءهم لماذا لم يتم التحقيق معهم لماذا لا يرغب البعض بفتح هذا الملف وإنهاء هذا الملف وكشف الفاسدين في هذا الملف فهذه قضية خطيرة يجب أن تنتهي وأنا أعرف أن هناك رجال صالحين مخلصين في القضاء نحط يدينا بيدينهم حتى يتم تنظيف وتصحيح المسار في القضاء اليوم هذه قضية مسجلة لها رقم تحتاج اهتمام تحتاج أن يقوم كل مسؤول بمسؤوليته تجاه هذا الملف ويمهيه الثنين اللي هربوا أو سافروا أو هربوا أيًا كان هذا المصطلح يناسب هذا السفر لا بد أن يتم التحقيق فيهم ولا بد أيضاً أن يتابع هذا الملف وكشف من يقف فراءهم واحد منهم حسب ما ذكر في التحقيقات بأنه كان يكتب لذلك الراشي في هذه القضية الأحكام ويأخذ منه الرشاوي حسب ما ذكر في التحقيقات هناك أسماء موجودة في هذه القضية مثل ما ذكرنا فيها أسماء مستشارين وقضاء في السابق سواء بعضهم كان موجود أو لا في هذه القضية أسماءهم مذكورة في التحقيقات وهناك أطراف أخرى ليسوا في القضاء لم تتم محاسبتهم ولم يتم التحقيق معهم واستدعاهم لذلك هذا الملف يجب أن يؤخذ بجدية ويحاسب كل من يقف خلف التستر على الفاسدين والمرتشين وأيضاً مرة أخرى وجه الشكر الكبير للقيادة السياسية التي تريد أن تحل هذا الملف وتحاسب كل من هو متسبب في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر